شاركت الفنان الكويتية الهام الفضالة جمهورها مقطع فيديو بيظهر فيه نواف الخالدي زوج بنتها مونة العتيبي وهو جالس مع أحفادها والفيديو بيظهر عندكم وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تجمع أحفاد الهام الفضالة حول أبيهم لالظهور أحفاد الفضالة اهتمام موقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معاه العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي كشفت الفنان الكويتية الهام الفضالة ان هي تجوزت في سن المرحقة وده في برنامج مع حمد قصص اللي بيقدمه المزيح حمد العلي المعروف باسم حمد ألم قالت ان هي تجوزت للمرة الأولى لما كان عندها 16 سنة وقالت ان هي ما عاشتش مراقطها زي باقي البنات أنجبت مونة ناتيبي اللي في الصورة دي وكمان الفيديو ده بتاع فرحها وقالت في اللقاء نفسه أنها بدأت العمل في التمثيل من دون أن تغبر أي حد من أسرتها لكن جدتها هي اللي شجعتها على الخطوة دي وأهلها كانوا معارضين وأنهم دلوقتي بيفتخروا بها قالت كمان أن هي ما ضفتش إسماعيلتها أبدا على المسلسلات والناس كتير كانوا عارفين أن هي مش كويتية لكن الفنانة القديرة حياة الفهدي طلوت منها في أول عمل لها بتشاركها فيه يعني أن هي تضيف إسمها وفعلا ضفت إسمها وإلهام الفضالة رزقت بأحفاد الحفيدة الأولى اسمها إلهام على إسمها والحفيدة الثاني اسمه محمد وطبعا المتابعين يتفاجئوا لما عرفوا أن البنت بتحمل نفسه اسم إلهام مونة العتيبة تحدثت للمرة الأولى من جوازها عن أهل جوزها وقالت أنها بتحب أهل جوزها لحد كبير وأنهم بمثابة الأسرة التانية لها وكشفت وقالت أن هم مش بيحبوا الظهور أبدا على موقع التواصل الاجتماعي علشان كده بتحترم خصوصياتهم وعلشان كده ما دخلتش مجال التمثيل زي أمامتها إلهام مونة هي ابنة الأولى الإلهام الفضالة من زوجها عاشت معاه في السعودية وبعد كده اطلقت ورجعت على الكويت بينما اتجوزت بعد كده الصحفي خليل التميمي اتجوزته عام 2003 وجابت منه بنتين فاكر مولودة في أغسطس 2005 ونور مايو 2009 واتطلقت في عام 2021 وفي 13 يوليو من نفس العام أعلنت زواجها من الممثل الكويتي شهاب جوهر قالت؟ أي نعم كنت مر منفصلة ولا تكلمت عن سبب طلقي ولا عن حياتي المأساوية اللي كنت عايشتها ولبفتح جلبي تصير قنابل مو بس بالكويت بالعالم كله سبرت سبرت ولكن الحمد لله جي اليوم اللي أخذ فيه قرار صحيح علشان أحافظ على بناتي وحطوا تحت هالكلمة خطين حمر والحاج يواصل حج ناس معينة رح يفهمون هذه الرسالة لأن إذا تمادوا معاي زيادة رح يعرفون ويرجعون شوية ورا حق العنف الأسري تذكروا هالكلمة حاجت إلهام الفضالة على بعض من الجواز من الكويت جلزة أفضل ممثلة في مهرجان المميزون في رمضان الإبداع التلفزيوني عن مسلسلات قميمة فضار الأيتام وفرصة تانية والشام وكاناين الشامية أما عن زوجها شهاب جوهر اسمه يولادة شهاب عبدالله أحمد جوهر الميلاد 30 ديسمبر عام 1977 وكنسيته كويتي عنده أربع أولاد نرجس وآية وفاضل وللوة وأحمد جوهر يبقى قريبه مهنته ممثل عن حياته بدأ خلال المسرح في أواخر التسعينات واشتهر بعد مشاركته في بعض الممسلسلات الكويتية مسلسل مر السنين العامل الاحترافي الأول في التلفزيون وهو ابن عامل ممثل أحمد جوهر متجوز قبل كده وعنده من الأبناء نرجس وآية وفاضل وللوة وانفصل عنها ليعلن في 13 يوليو عام 2021 من زواجه من الفنانة إلهام الفضالة عمبه مسسل اسمه الخديع عام 2002 وعام 2003 مثل مسلسلين مر السنين ووجه واحد لا يكفي 2006 رجال يبيعون الوهم جادة سبعة وبين الهدب دمعة 2007 لحظة ضعف 2008 وشاءة الأقدار 2009 نور عيني 2009 برضو ازدل الأبيض والورفة وعادل ماضي والاعتزار والسجينة 2010 صعب المنال وأوراق الحب جزئين الأول والتاني 2011 خارج الأسوار 2012 عشرة عمر 2012 برضو غريب الدار والحليمون ولعبة المرأة الرجل كان آخر أعماله عام 2022 مسلسل حبتي وكمان ما ننساش مسلسل إلهام الفضالة اللي قد فيه دور زوجها اللي تجاوز عليها وكان متجاوز أربع ستات اللي هو أمينة حاف أما بالنسبة للصهرة اللي عملها اسمها وكان وهمان عام 2009 الفيديو بيخلص وفيه تعرفنا على إلهام الفضالة وعلى أحفادها وعلى بنتها مونة العتيبي وكمان على جزها الحالي شهاب جوهر يارب الفيديو يكون عجبكم ما تبسينيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد أشوفكم على خير أحبكم وايد وايد باي باي